أساليب عديدة يتبعها أفراد تنظيم داعش للتغرير بالفتيات في العالم وإقناعهن بالانضمام إلى التنظيم في كل من العراق وسوريا وتعتبر شبكة الأنترنت من أبرز الوسائل المعتمدة وفي محاولة لكشف أساليب التنظيم بأغواء الفتيات قامت تحفية تعمل لصالح شبكة التلفزيون الكندي بالتظاهر بالرغبة في الذهاب إلى سوريا وتسجيل محادثات جرت عبر سكايب مع أحد عناصر التنظيم والذي عرف نفسه باسم أبو عنتر أحمد كانتر أو أبو عنتر شاب بريطاني من أصل صومالي انتقل إلى مدينة الرقة السورية وانضم إلى تنظيم داعش حاول التغرير بالفتاة التي ظن أنها تبلغ الخامسة عشر من العمر ولقنها كيفية الفرار من بيتها للتوجه إلى سوريا عبر تركيا والزواج به جدير بالذكر أنه في يوم بث التحقيق نفسه الذي نشرته صحف عالمية عدة أعلنت حسابات مؤيدة لداعش على موقع تويتر مقتل أبي عنتر في غارة لقوات التحالف على الرقة غير أن التنظيم لم يؤكد أو ينفي هذه الأنباء ظاهرة إغواء الفتيات من قبل تنظيم داعش تثير مخاوف كبيرة في أوروبا وبحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي فعدد الأوروبيين المنظمين للتنظيم تجاوز الستة آلاف مقاتلا بينما تجاوز عدد النساء الفرنسيات المنظمات للتنظيم عدد الرجال استغلال تنظيم داعش للإعلام لا يتوقف عند مساحات الأنترنت فقد أسست تنظيم شركة لإنتاجاته المرئية وصحفا إلكترونية بلغات أجنبية وعربية لغسل الأدمغة ونشر الأفكار المتطرفة بأساليب متطورة ميريام قدور العربية